بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في شابتر رقم اثنين والذي هتكلم عن الفراكشن الفراكشن في اللغة العربية بمعنى الكسور طيب رح نتعرف على انواع الكسور ونتعرف على التحويل الامبروبر فراكشن ونحول الامبروبر فراكشن ثم نتعلم على كيفية التبسيط الكسر الى اقرب صورة ونحول الامبروبر فراكشن نكبر الكسر الى مضاعفات هذا الجزئية او هذا الكلام اللي حنتكلم فيه هذا الشابتر بسم الله اول حاجة رح نتعرف على ما هو الكسر حتى في المرحلة الابتدائية في الصفة الرابعة او الثالث كانوا يعلمون على حاجة يقولوا عشان تفهم الكسور حاول انك ايش ترسو مشكال هذه الاشكال تكون مقسمة حسب الكسر المعطى لك فلو مثلا الان اذا جيت قلت لك الان انا عندي هذا الشكل مقسم الى اربعة ازاء واحد اثنين ثلاثة اربعة وطلب منك تضلل ثلاثة ازاء منها فحضر لي هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء السؤال الان ما هي نسبة الجزء الغير مظلل من الكسر انت عندك الكسر او الشكل هذا مقسم الى اربعة اقسام فاحد تقول والله الجزء هو يبغى ايش الجزء الغير مظلل يعني يبغى هذا هذا كم نسبته من الكل فكأنك بتقول الجزء المتبقي هو واحد على الكل هذا هذا والكسر تمام هذا باختصار فكرة الكسور ثم الكسر يتكون من ثلاثة اقسام كالعادة كما تكلمنا في السابق الكي تيرمز وهي العناصر المكونات المكونات الكسر يتكون من ثلاثة اقسام هذا الخط وفوق الشيء نسمي بس وشيء تحت نسمي مقام بالانجليزي البس هذا يسمى نومي ريتور هذا بس والمقام يسمى دي نومي ناتور دي نومي ناتور هذا المقام تمام والخط هذا يسمى الخط الخط الكسر الخط الذي يفصل بين البس المقام يدل هذا نومي ناتور وهذا دومي ناتور وهذا فراكشن واضح؟ ما هو البربر فراكشن؟ يقول لك البربر فراكشن هو هو كسر قيمة اقل من الواحد مثال نقول لك اثنين على ثلاثة أو واحد على خمسة تمام؟ ف البربر فراكشن ما هو الفكرة فيه؟ كيف تعرف ان الكسر المقام يكون قيمة اقل من الواحد اذا كان النومي ناتور اذا كان البس اصغر من المقام حين مش راح لك الاثنين هذي النومي ناتور بس وثلاثة هي دي نومي ناتور مقام وكلا هذا نعم ليش؟ لان قيمة الكسر هذا اقل من الواحد تمام؟ او بمعنى اخر اذا كان البس اكبر اذا كان البس اصغر من المقام ف قيمة الكسر هذا اقل من الواحد تمام؟ ويسمى اذا البربر فراكشن هو الكسر الذي يكون بسطه اصغر مقامه اخر اذا قسمتم على بعض اعطوك قل من الواحد كقيمة طيب هنا السؤال يقول لك what part of the area's shaded الشيئد معناتها الجزء المظلل ما هو الجزء المظلل من هذا الشكل؟ اول شيء الشكل عندك مقسم الى 4 اقسام يبقى الجزء المظلل يعني لو يبدو الوان الازرق اذا سيكون الجزء في البصل على الكل الجزء على الكل الكل عندك الشكل كامل كم قسم اربعة هو يبغى الجزء المظلل فيكون ثلاثة راضح؟ اذا القاعدة الجزء على الكل في الاشكال هنا الجزء على الكل هو يبغى الجزء المظلل كم كم جزء الشكل المقسم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هذا المقام سبعة هذا الكل البصل كم جزء مظلل؟ هذه اللي هي واحد واحد اثنين ثلاثة سيكون في البصل هذا الكسر يمثل هذا الشكل واضح؟ الجزء على الكل الجزء على الكل لو مثلا قال لك العكس لو جاء قال لك الان ابغى الجزء الغير مظلل هذا الابيض حتقول لي برضو اول شيء الكل عندي الشكل كم كم جزء مقسم سبعة هذا في المقام الجزء الابيض هذا كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة فيكون اربعة على سبعة هذا الجزء الغير مظلل من هذا الشكل اما هذا اللي هنا هو شرحوا لك هنا هذا الجزء المظلل من الشكل تمام؟ الجزء على الكل طيب امبروبر فراكشين ما هو امبروبر فراكشين؟ هو يقول لك نوميريتور البص تمام؟ اقول لك البص تمام؟ قيمته اكبر من قيمته اكبر من اذا كان البص اكبر من المقام تمام؟ سيكون اكبر من الواحد يعني مثل انت لو قسمت ستة على اربعة تمام؟ نوميريتور بص لو قسمت ستة على اربعة فيها اثنين فالجاوب سيكون دائما اكبر من الواحد طيب هل هذا امبروبر فراكشن؟ لا إذا كان البصر أصغر من المقام فلو قسمت أربعة على ستة هنا هذا يسمى فالقاعدة في المقام هو أن البصر أصغر من المقام تمام تعال شوف هنا يديكم مثيلة أقول لك هل هذي بروبر أو إمبروبر تمام قلنا إيش قلنا فوق إحنا شوف البروبر فراكشن إذا كان البصر أصغر من المقام إمبروبر فراكشن العكس إذا نجي الآن رح نقسم هذا كلام زي كذا بروبر فراكشن نقول إيش البصر أصغر من المقام أما الإمبروبر فراكشن إمبروبر كيف يقول لك إذا كان البصر أكبر من المقام فتقول البصر أكبر من المقام واضح؟ طيب الآن شيك لي على هذه الأمثلة إمبروبر أو الإمبروبر؟ بروبر البصر أصغر من المقام العكس إمبروبر طيب هذا 10 على 4 البصر أكبر من المقام هذا سيكون إمبروبر هذا البصر أصغر من المقام سيكون إمبروبر هذا البصر أكبر من المقام سيكون إمبروبر يعني نجيك في الاختبار يأديك كسور يقول لك هذي بروبر أو إمبروبر؟ إذا كان البصر أكبر من المقام فهذا يسمى إمبروبر إذا كان البصد أصغر من المقام يسمى proper. إذا كان البصد أكبر من المقام يسمى improper. بالتعريف كنت أقول لك الـ numerator أكبر من المقام. إذن يسمى آر الحدو من المقام. وفوق كان البربر قلنا ايش البربر قلنا البس اصغر من المقام فرق بينها تعم البس اصغر من المقام البربر البس اكبر من المقام اوكي طيب الآن نحول الامبربر فراكشن الى عدد كلي او ميكس نمبر الميكس نمبر هو العدد الكسري العدد الكسري ما هو العدد الكسري هو الذي يتكون من الشكل التالي عدد صحيح وكسر مثال ثلاثة ثلاثة على اثنين هذا يسمى ميكس نمبر اثنين سبعة على خمسة هذا يسمى ميكس نمبر ميكس نمبر ميكس نمبر معناته عدد خليق مكون من عدد وكسر يسمى ميكس نمبر واضح؟ طيب كيف يقول لك اباك تحول الامبربر تمام الى عدد صحيح او عدد كسر طيب ايش يقول لك بكل بساطة اقسم البصع المقام بعدين اذا كان فيه باقي وما كلام ذا اكتب يعني باختصار الان رحش نعطيك مثال مثال اتضح المقال بالمثال اتضح المقال كيف نحول يعني الذي فريد Verantwortung هي المن Curtis me للغاية المثال هذا 120 على 10 120 على 10 شوف كيف نحول نقول 120 نقسمها على 10 كما تعلمنا نبدأ من اليسار الواحد أقل من العشرة ما ينفع نأخذ الرقم الثاني 2 صار 12 الاثنى عشر أكبر من عشر نعم نجيني ما هو العائد الذي ضربته في عشر يعطيني 12 أو أو أقرب من أو أقل من نمع نجيني 10 في واحد لأن 10 في 22 نفقون أضرب 10 في 1 بي عشرة اتنعش ناقص عشرة اثنين الآن هل في رقم الآن جنب الاثنعش جنب جنب الرقم هذا نعم أنزل هذا الرقم الآن ما هو الرقم الذي ضربته في عشر يعطيني 20 أو أقل منه 10 في 2 فاكتبنا 2 ثم أضرب 2 في 10 بعشرين نطرح الآن عشرين ناقص عشرين صفر بأن الباقي صفر خلاص أنت أحل إذن هذا هو الجواب الجواب 12 والباقي صفر الجواب 12 طيب هذا مثل بصير طيب تعال نأخذ هذا المثال الثاني 139 نقسمها أو 119 نقسمها على الثلاثة 109 نقسمها على الثلاثة نقسمها على الثلاثة نبدأ كالعادة نأخذ أول رقم من الأسر هل واحد نقبل القسم على الثلاثة لا أصغر من الثلاثة نروح للرقم اللي بعده ما هو الرقم الذي بعده واحد ثم نأخذ الرقم كامل هذا هو الاثنين 11 هل 11 أكبر من الثلاثة نعم يعني تقبل قسمها على الثلاثة نعم دين أكسم على الثلاثة ذلك كان الرقم العالمين أكبر من الرقم الأسر دين أكسم يا الله ثلاثة ما هو الرقم الذي ضربته في ثلاثة يعطيني 11 أو أقل منه يجدون الثلاثة عندك الثلاثة يضرب 4 أو 12 أقل من الثلاثة ثلاثة ستقول لنا ثلاثة تكتب ثلاثة فوق يضرب ثلاثة الآن في ثلاثة كم يعطيك 9 تكتب الثلاثة تكتب الثلاثة هنا شوفوا الأحاد تحت الثلاثة حتى الثلاثة هذه ما لك بها تسعة الآن هذه ما لك بها أنت الحذر لم أمسكتها حسنا نطرح 11 ناقص 9 في هاي 2 حل لك انتهى لأ ليه لن في 9 هنا حتى تنزل الثلاثة هذه هنا الآن ترجعت المرة جدورة ضربة ثلاثة ما هو العائد الذي ضربته في ثلاثة يعطيك 29 أو أقل منه عندك ثلاثة في 8 24 ثلاثة في 9 27 هذا أقرب شي لك يضرب 13 في 13 30 في يكون عندك ثلاثة ضرب 9 يعطيك 27 تكتب 27 هنا ثم تطرح 9 ناقص 7 2 ناقص 2 0 فأطلعينا الجاوب 2 خلاص هنا الآن نتهى لأنه ليس في الرقم ستنزل من الرقم الأساسي الـ 119 ستكتب هذا الرقم ستحول إلى Mixed Number Mixed Number يسمى كسر أو عدد كسري أو كسر غير فعلي نفس الشيء كسر غير فعلي أو عدد كسري Mixed Number يسمى AKF طالع هذا قلنا الناتج الصحي الفوق ستكتب هنا العادة الصحية 39 الباقي تكتب في البسط المقصوم عليه تكتب في المقام هذا الناتج هذا الباقي وهذا المقصوم عليه عليه إذن كيف حول اكتبها هنا وضحها بشكل أفضل هذا هنا سيكون الناتج هذا الناتج وهذا وهذا الباقي الريمايندر وهذا المقصوم عليه 119 قسمته على 3 المقصوم عليه طيب هنا كيف حتبت هذا الناتج وهذا الباقي وهذا إلا عليه سر الكرسي المقصوم عليه تمام طيب ناخد مثال آخر مثال تقسم لي 135 على 4 135 على 4 تبدأ من اللي سار الواحد تقبل قسم على 4 على أصغر ما يمدينه تأخذ الرقم اللي بعده 3 وتقود تقرأ 13 13 أكبر من 4 نعم ما هو الرقم الذي إذا ضربته في 4 يعطيني 13 وقال من الجدول ضرب الاربعة عند الاربعة في 3 يعطيك 12 اطرح الآن 3 2 1 1 1 0 طيب اش يسوي تنزل الرقم الرقم هذا الجنب الثلاثة دام فيه رقم تنزله تنزله تكتبينه 15 الآن ترجع ما هو الرقم الذي ضربته في 4 يعطيك 15 وقال منه تمام عندك 4 في 4 16 و4 في 3 12 فبرضو تكتب 3 الآن 3 ضرب 4 كم يعطيك 12 اطرح 15 ناقص 12 3 خلاص الآن هل فيه رقم بديك تنزله لا خلاص تقف هنا طيب كيف هتكتب هذا الرقم قلنا هذا الفوق تكتب يسار الكسر والعايد الصحيح بعدين الباقي يكتب فوق المقصوم عليه هذا يكتب تحت واضح واضح كيف قسمنا طيب هنا فكتب الميكس نمبر الآن هذا يسمى ميكس نمبر عدد كسري مكون من عدد صحيح وكسر انا كيف ارجع احول الى امبروبر فراكشن امبروبر فراكشن توق كلمنا عليها قلنا ايش اللي هو ايش اه ابسط اكبر مقام كيف ارجع بالطريقة العكس احول من من كسر الى عدد كسر انا احول العدد الكسري الى كسر كسر عادي مقام كيف اضرب هذا العدد في المقام ومن ثم الناتج اجمع على البصر مع نفس المقام اعيد اضرب العادة الصحيح هذا في المقام واجمع عليه البصر مع نفس المقام يعني الناتج الان تضرب 10 في 40 43 هذا الناتج تكتب في البصر مع نفس المقام المقام كم 4 تكتب 4 اعيد اضرب العدد الصحيح هذا في المقام ثم اجمع على البصر والناتج تكتب في البصر مع نفس المقام هنا 10 ضرب 4 40 زاد 3 43 على 4 واضح سوف اديك مثال مثلا اثنين سبعة على اثنين هذا حول لي الى امبروبر فراكشن سوف تقول لي العرص هذا اضرب في المقام سير اثنين ضرب اثنين اربعة واجمع عليه البصر 7 زاد اربعة سيكون 11 على نفس المقام واضح اديك مثال ثاني ثلاثة واثنين على ثلاثة يلا حول لي الى اضرب هذا العدد في المقام وزيد عليه البصر والناتجتب في البصر مع نفس المقام ثلاثة في ثلاثة كم 9 9 زايد 2 كم 11 على نفس المقام كده حولت الى كسر عادي الى هو البربر فراكشن واضح طيب هنا نأتي جزية الاخرية تبسيط الكسر الى او كتابة الكسر الى الى ابسط صورة ابسط سير معناته ابسط صورة ريديوس معناته تقريب او تقليل الى الى اقرب صورة طيب يقولك انه تقريب الى نوميراتور انه المقام يقولك عشان تقرب او تبسط الكسر الى صورة ممكن تحاول تقسم البسط والمقام على رقم القسم عليهم الاثنين يعني مثلا ثلاثة على 15 يقولي يبسط لي هذا الكسر الاقرب صورة الان ايش الرقم اللي ممكن يقبل القسم على البسط والمقام الثلاثة اعطيك واحد لو قسمت الخمسطعش على ثلاثة يعطيك ايش خمسة طب انا كيف 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 تعال اعلمك على بعض الامور تكون عارف القسمة مثلا الرقم اللي تقبل القسمة على اثنين او على ثلاثة من كلام طيب اديك مثال 24 على 40 24 على 40 اقسم لي هذا المقدار او بسطه الاقرب صورة كيف الان طالع في البسط طالع في المقام 24 على 40 هل ممكن هل ممكن هل ممكن هل يوجد رقم تبدأ طبعا من الاثنين هل يوجد رقم يقبل قسمة على البسط والمقام في نفس الوقت هل تقول لي والله تبدأ من الاثنين طبعا اقرب شاء الاثنين لو قسمت 24 على اثنين فيها اطناعش ولو قسمت 40 على اثنين فيها عشرين طيب الرقم هذا اطناعشر على عشرين هل يمكنني كمان ابسطه شوف الاثناش هل يمكنك تقسمها على اثنين نعم فيها كم ستة طيب شوف المقام هل يمكنك تقسمها على اثنين نعم فيها عشرة طيب برضو الان هل يمكنك تقسمها على اثنين نعم ستة على اثنين فيها كم ثلاثة عشرة على اثنين فيها كم خمسة واضح واضح كيف بسط ابدأ او كيف بسط امسك البس واشوف امسك البس والمقام نشوف الرقم مشترك اقسم بناتهم حلوين طيب سبعة وعشرين على ثلاثة وستين برضو تشوف سبعة وعشرين على ثلاثة وستين في قاعدة تقول كالتالي انت دائما تبدأ القسمة كالتالي يقبل العدد القسمة على اثنين اذا اذا كان احده صفر او اثنين او اربعة او ستة اذا كان احده ايش معا اخر زوجي اذا كان احده عدد زوجي طيب طيب يقبل العدد العدد القسمة على ثلاثة اذا كان مجموع ارقام مضاعفات للعدد ثلاثة يقبل العدد القسمة على خمسة اذا كان احده اذا كان احده اذا كان احده خلينا نكتبه بشكل اوضح هنا اذا كان احده صفر صفر او خمسة تمام هنا قلنا واحد او اثنين او اربعة معا اخر زوجي اذا كان احده اعدد زوجية ارقام زوجية اذا كان احده زوجي طيب هذه الطريقة للتفسيط ستيت لون الآن نقدم لها طيب 27 على مقام 27 على 63 تمام الأدوات أبدأ نخاف الرقم في بس والمقام هم رقم هذه 2 أو أو مثلا ثلاثة أو خمسة ممكن تقبل القسمة عليهم في نفس الوقت طالع البسط أول شيء لاحظ الأحد ليست زوجي إذن لا تقبل القسمة على اثنين ولا تقبل القسمة على خمسة سنقلنا القسمة على اثنين إذا كان أحده زوجي والخمسة كان أحده صفر وخمسة الثلاثة نشوف مجموعة الرقام العدل سبعة زال اثنين هنا حيكون تسعة ستة زال ثلاثة تسعة هل التسعة من مضاعفة الثلاثة نعم بما أن التسعة من مضاعفة ثلاثة فهذا الرقم يقبل القسمة على على ثلاثة طيب سبعة وعشرين قسمة ثلاثة إيش العالي اللي تضرب في ثلاثة يعطيك سبعة وعشرين والتسعة إذن هتقول هتقول تسعة على ثلاثة ستين على ثلاثة كم حيكون ثلاثة وستين قسمة ثلاثة ثلاثة في اثنين بستة هنا تنزل ثلاثة ثلاثة في واحد بثلاثة تمام هيكون كم سفرين هيكون الجاوب كم واحد وعشرين طيب الآن هل يمديني برضو أقسم على ثلاثة نعم لأنه هذه المضاعفات ثلاثة هنا تنزل واحد ثلاثة تسعة قسمة ثلاثة فيها ثلاثة وعشرين قسمة ثلاثة فيها السبعة هذه الطريقة طويلة تمام هذه الطريقة طويلة في طريقة أخرى يعلمك عليها يقول لك أني أوجد المضاعف المشترك الأصغر أو سوري أوجد القاسم المشترك الأكبر عشان إيش أقسم القاسم المشترك الأكبر عشان أوصل تمام فمثلا مثلا الآن أنت عندك خلينا أوشي نحل هذا المثال بعدين إيش نجي نجرح القاسم ونشرك الأكبر المهم تبدأ الآن تأخذ رقم الثلاثة اللي هو واحد وعشرين على مية سبعة واربعين الآن شيك لي على البصل والمقام هل يقبل قسمة هذا الرقم على اثنين لا لأن أحده ليست زوجي هنا طيب هل المقام يقبل قسمة على اثنين لأن أحده ليست زوجي طيب هل يقبل قسمة على ثلاثة نعم لأنه اثنين زايد واحد ثلاثة والثلاثة من مضاعفات الثلاثة طيب هل هذا مجموع يعطيك احدى مضاعفات الثلاثة سبعة زايد أربعة احدى عشر زايد واحد اطناعش نعم اطناعش يقبل قسمة على ثلاثة أقدر أقسم على ثلاثة واحد وعشرين قسمة الثلاثة فيها كم ما هو العادي اللي تضرب فيه ثلاثة يعطيك واحد وعشرين والسبعة على مئة وسبعة وربعين على ثلاثة إذا ما تعرف تعال سوي القسمة المضولة تعال نكلها على الهامش قلنا الواحد وعشرين تقسيم ثلاثة فيها كم سبعة مئة وسبعة وربعين إذا ما تعرف سوي عملية الكرسي مئة وسبعة وربعين تقسيم ثلاثة تبدأ تمسك الرقمين خلاصة والرقم ما ينفع ثلاثة في كم يعطيك أربعة أسفة وقل ثلاثة في أربعة فيها اطنعش أربعة أعطاش ناقص اطنعش اتنين ونزل السبعة ثلاثة في كم يعطيك سبعة وشرين ثلاثة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين إطرح صفر صفر إذن انتهت قسمة حيكوننا سبعة على تسعة وربعين الآن هل يمكنك كمان تبسط لو قسمت البسط على سبعة فيها واحد لو قسمت المقام على سبعة فيها كم شوفينا فيها سبعة إذن هذا أبسط هذا الكسر وأبسط صورة يمدي خلاص ما يمديك تكسم أكثر من كده واضح القاسم المشترك الأكبر باللغة الإنجليزية يسمى Greatest Common Diviser GCD اختصار GCD أفضل الطرق لتبسط الكسور هو عن طريق إجازة القاسم المشترك الأكبر للمقامات أو إجازة القاسم المشترك الأكبر نعم المقام يقول لك The GCD The Largest Number By Which The Denominator And The Numerator Can Be Equally Divide القاسم المشترك الأكبر هو أكبر رقم يمكن أن نقسمه على البص والمقام في هذا الكسر مثلا القاسم المشترك الأكبر للخمس والسطاعش والعجهيد إنساء وخمسة كيف زبناهم عندنا طرق عديدة إحدى هذه الطرق التحليل إلى عوامل أولية فسؤال هنا يبغى القاسم المشترك الأكبر G C D للخمس والعشرين نقدر نحل اللي عوامل أولية فنقول الخمس والعشرين الخمس هل تقبل القسم على اثنين لا هل تقبل القسم على ثلاثة نعم لأن مجموعة الخمس والواحد ستة والستة تقبل القسم على ثلاثة ثلاثة ضرب كم يعطيني خمس ثلاثة ضرب خمس الآن هل تقبل القسم على اثنين لا هل الخمس تقبل قسم على ثلاثة لا هل الخمس تقبل قسم على نعم فيها 1 الآن بما أني وسطي الواحد هنا أقف إذن الخمسة عشر تحليل العوامل هو لبساوي ثلاثة ضرب خمسة الآن أأتي للعشرين هل العشرين يقبل قسمة على اثنين نعم أي عدد أحده صفر يعني عدد زوجية فيقبل قسمة على الاثنين اثنين ضرب كم فيها عشرين اثنين ضرب عشرة طيب عشرين تقبل قسمة على الثلاثة لا هل خمسة تقبل قسمة على خمسة نعم خمسة ضرب كم يعطيني خمسة اللي هو خمسة في واحد إذن تحليل عشرين كالتالي عشرين يساوي اثنين ضرب اثنين ضرب خمسة الآن أقوم بالتوصيل بين الأعداد المشتركة من 15 والعشرين الثلاثة مشتركة لا الخمسة مشتركة نعم هنا خمسة وهنا خمسة هل اثنين مشتركة هل موجودة في 15 والعشرين لا إذن العادة المشتركة بينهم خمسة فأكتبه فقط أنزله زي ما هو خمسة إذن الجي سي دي لهذه الرقمين هو الخمسة القاسي والمشتركة لاكبر لهذا الرقمين هو الخمسة كما هو موضح هنا في المثال طيب يقول لأي رقم أكبر من الخمسة ممكن نكون ناتج في القوشينت اللي هو الناتج مع 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 باقي الخصوة طيب مثال آخر اوجد فايند جي سي دي اوجد القاسي والمشتركة لاكبر له اثنين واربعين وثمانين وعشرين عندك اكثر من طريقة مثلا نقوم بالتحليل العوامل الأولية لهذين الرقمين الاثنين والاربعين والثمانية وعشرين نقوم بالتحليل من العوامل الأولية طيب نبدأ بالاثنين هل الاثنين نقبل قسمها الاثنين واربعين نعم ليش لأنها حادو زوجي إذن اثنين اثنين ضرب كم يعطيني اربعة اثنين واثنين ضرب كم يعطيني اثنين اثنين في واحد الآن الواحد وعشرين تقبل قسمها على اثنين لماذا لأنها حادها ليس زوجي طيب هل تقبل قسمها على الثلاثة نعم لأنها مجموعة العدل كامل يعطيني مضاعفة الثلاثة واحد الثلاثة والثلاثة تقبل قسمها على الثلاثة إذن تقبل قسمها على الثلاثة الآن ثلاثة ضرب كم يعطيني واحد وعشرين ثلاثة في سبعة أكمل الآن هل السبعة تقبل قسمها على اثنين لا هل تقبل قسمها على ثلاثة لا هل تقبل قسمها على خمسة لا هل تقبل قسمها على سبعة نعم سبعة ضرب كم يعطيني السبعة سبعة في واحد وصلت إلى الواحد أقف إذن الـ 42 تحليلها كالتالي 2 ضرب 3 ضرب 7 نأتي الـ 28 تقبل قسمة الـ 2 نعم لماذا لأنها حادها زوجي إذن الـ 2 وأمسك العدد أمسك من الأسار 2 في كم يعطيني 2 2 في 1 وعند الثمانية 2 ضرب كم يعطيني 8 2 ضرب 4 الآن نأتي الـ 14 هل الـ 14 تقبل قسمة الـ 2 نعم لماذا لأنها حادها زوجي الآن 2 ضرب كم يعطيني 14 2 في 7 الآن بما أن السبعة أكبر من الـ 2 لا أقبل قسمة على 2 ولا أقبل قسمة على 3 ولا أقبل قسمة على 5 هي العدد الأولية نأتي الـ 7 نعم نقبل قسمة على 7 7 ضرب كم يعطيني 7 ونقف هنا خلص نقف عند الـ 1 الآن تحليلي لـ 28 كالتالي 2 ضرب 2 ضرب 7 الآن نضع الدائرة على الأرقام المشتركة بين العددين أول شيء نلاحظ هنا 2 في معا 2 نلاحظ 7 في شبيه لها حل الثلاثة لها شبيه لا الثلاثة لها شبيه لا تأخذ تأخذ رقم مكرر بيناتهم حبة حبة إذا في رقم مكرر ثاني تأخذه لو ما في رقم مكرر ثاني ما تأخذه حتى لو كان نفس الرقم واضح؟ إذن أنزل الـ 2 ضرب السبعة ويساوي 14 إذن الـ GCD للقاسية المشتركة لكبر 28 والـ 42 هو 14 طيب نأخذ مثال آخر خلاص هنا يتكلم بيش رح يقول لك يقسم الـ وطريقة أخرى في النهاية الجواب هو 14 طيب هنا أمثلة يقول لك حل حاول تحل هذا الأمثلة ونحلها يلا بسم الله نبغى القاسي والمشتركة الأكبر الـ GCD للـ 30 و36 30 و36 و30 نحل العامل الأولية نبدأ بالـ 30 الثلاثين نتقبل القسم على الاثنين نعم لماذا لأن أحد زوجي اثنين ضرب كم تعطيني ثلاثين اثنين ضرب خمس الـ 15 تقبل قسم على الاثنين لا هل تقبل قسم على الثلاثة نعم لأن خمسة زايد واحد يساوي ستة وستة من مضاعفات العدو الثلاثة إذا ثلاثة ثلاثة ضرب كم يعطيني خمسة ثلاثة في خمسة نأتي الخمسة هل الخمسة تقبل قسم على اثنين لا تقبل قسم على ثلاثة لا لماذا لأن الخمسة أكبر من هذين رقمين نأتي الخمسة خمسة ضرب كم يعطيني خمسة خمسة في واحد أقف هنا خاص إذن أكتب تحليل الثلاثين يساوي إثنين نكتب ثلاثين يساوي إثنين ضرب ثلاثة ضرب خمسة نأتي للستة ثلاثين هل تقبل قسم على الاثنين نعم نمسك الثلاثة ما هو العاد الذي ضربته في اثنين يعطيني ثلاثة أو أقل منه ما عندنا الواحد اثنين في واحد باثنين كم باقي من الثلاثة باقي واحد حط واحد جنب الستة فصار هذا الرقم ستتعشر الآن ستتعشر يقبل قسم على الاثنين نعم لأن احد زوجي ما هو العاد إذا ضربته في اثنين يعطيني ستتعشر والثمانية فحيح والثمانية الآن الثمنطار هل تقبل قسم على الاثنين نعم لأن هدا زوجي اثنين ضرب كم يعطيني ثمنطاش هنا هل هل تسعة تقبل قسم على اثنين لا هل تقبل قسم على الثلاثة نعم لماذا لأن التسعة من مضعفات الثلاثة الثلاثة الآن ثلاثة ضرب كم يعطيني تسعة ثلاثة أكتب هنا الثلاثة الآن هل الثلاثة تقبل قسم على ثلاثة نعم أكتب الثلاثة هنا ثلاثة ضرب كم يعطيني ثلاثة واحد أكتب الواحد هنا أوقف خلاص لأنه وصلت الواحد الآن تحليل الستة ثلاثين كالتالي يساوي اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة. ها نقوم بوضع دائرة لأي رقم مشترك بين الثلاثين والثلاثين. اول شيء الاثنين هنا موجودة وهنا موجودة ووضع الدائرة. الثلاثة موجودة نعم هنا في ثلاثة هنا في ثلاثة. طيب خمسة موجودة لا. الثلاثة موجودة غيرها لا خلاص. المشترك. اذا الجي سي دي يساوي انزل اثنين. انزل واحدة من الاثنين. يساوي اثنين ضرب. انزل واحدة من الثلاثة. اللي هي يحط عليها دائرة ثلاثة لحن نتنزلها. ويساوي اثنين في ثلاثة ستة. اذا القاسم المشترك الأكبر في الثلاثين والستة وثلاثين هو الستة. طيب نأتي لثلاثين ومية وخمسة وعشرين. يلا. نبغى الجي سي دي لهذه الرقمين. ثلاثين تقبل قسمة على اثنين. نعم. لماذا لان احادها زوجي. خلاص حللناها قبل شوية قبل شوية. اثنين في خمسة. هنا ثلاثة في خمسة. هنا خمسة في واحد. والثلاثين قلنا عبارة عن اثنين في ثلاثة في خمسة. نحل الخمسة وعشرين. هل الخمسة وعشرين تقبل قسمة على اثنين؟ لا. هل تقبل قسمة على ثلاثة؟ لا لانه خمسة زايد سبتة زايد خمسة زايد اثنين زايد واحد عددين ثمانية. والثمانية ليس من مضاعفات العدد ثلاثة. طيب. خمسة هل تقبل قسمة هل هذا رقم يقبل قسمة على خمسة؟ نعم بماده؟ لان احادها صفرة وخمسة. اذا باقي لك على اثناش اثنين تكتبه من جنب الخمسة اللي هنا. هل خمسة وعشرين تقبل قسمة على خمسة؟ نعم. كم فيها? خمسة. الان خمسة وعشرين هل تقبل قسمة على خمسة؟ نعم. كم فيها? خمسة ضرب كم يعطيك خمسة وعشرين؟ خمسة. بعده. خمسة تقبل قسمة على خمسة؟ نعم. خمسة ضرب كم يعطيني خمسة؟ واحد. اذا المئة وخمس وعشرون عبارة عن 5 ضرب 5 ضرب 5 الآن أقوم بوضع الدائرة على الأعداد المشتركة هل 2 لها مشترك شبيه لها هل 3 لها مشترك هل 5 لها مشترك نعم تضع دائرة واحدة على 5 ليس على كل 5 бог الدائرة واحدة على 5 الآن تنزل واحدة منهم بس اللي حطت دائرة 5 فقط الآن القاسم المشترك الأكبر GCD 3085 5 يساوي خمسة. طيب نجي للسبعة عشر واحد وخمسين نحل هنا خلاص. اولا السبعة عشر هو عدد اولي. فخلاص هو في افسد صور. اذا السبعة عشر يساوي السبعة عشر خلاص ما في غيرها يعني. سبعة عشر في واحدة سبعة عشر. الان الواحد وخمسين نقوم بتحليلي. اولا هل يقبل قسمة على اثنين لا لان الواحد ليس زوجي. هل يقبل قسمة على ثلاثة نعم لان مجموعة الرقم يعطيه مضاعفات ثلاثة واحد زايد خمس ستة. والستة من مضاعفات الثلاثة اذا يقبل قسمة على ثلاثة. ثلاثة ضرب كم يعطي 52 اول شي نمسك الخمسة. ثلاثة ضرب كم يعطي خمسة واقل منه ثلاثة في واحد. فسأقول لا ستحط واحد ثلاثة. فك anything أتائه للخمسة يثنين وأكتبه الجنب الأحد الأحد الواحد يصيرها 21 الان 21 تقبل القسم على ثلاثة نعم لأنه مجموعات ثلاثة واحد زائتنين ثلاثة وما هو العالي الذي ضربت في ثلاثة يعطيه 21 ثلاثة في سبعة فأضع سبعة هنا الان هل السبعة تقبل القسم على الثنين لا تقبل القسم على الثلاثة لا لأنه سبعة زائد واحد ثمانية والثمانية لس مضاعفات الثلاثة السبعة عشر لا تقبل قسم الله نفسه لانا عادة اول اصلا سبعة عشر نظركم يعطينا سبعة عشر سبعة عشر فوحدة تحليل كل واحدة خمسين يساوي ثلاثة 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 الآن ومضاعفات الكسور مثال لو قلت لي 3 على 4 تساوي وحقا لك البص هنا مجهول والمقام 8 وسألك السؤال التالي الآن أنا أبضع رقم هنا في مكان هذا الفراغ حيث أنه يكون مكافئ للكسر العلسار كيف تعرف طالع المقام المقام عندك في الكسر أول كان 4 وصار 8 ماذا العلاقة بين 4 وال8 أو بمعنى آخر إذا ضربته في 4 يعطيني 8 هو كم؟ هو 2 فأنا كأني ضربت هذا المقام في 2 وصار 8 أنا الآن أريد أن أجد البص ويكون في النهاية يكون الكسر مكافئ الكسر الفلسار ويكون مكافئ الكسر الفلسار بكل بساطة أقوم بضرب البص في نفس الرقم الذي ضربته في المقام ضربت في 2 في المقام أضرب في 2 في البص ضربت في 5 أضرب في 5 في البص ضربت في 10 في المقام أضرب 10 في البص فثلاثة ضربتين كلمة إذن الستة على ثمانية هو إكويفلنت هذا الكسر المكافئ للكسر الأول وهو مضاعف يسمى أنا رفعت هذا الكسر إلى هاير تيرمز تمام طيب مثال أربعة على خمسة أربعة على خمسة قال لي احسب لي الكسر المكافئ للكسر المعطى إكويفلنت فراكش يعني كسر مكافئ أو مساوي مساوي يعني مكافئ إيليش بصوق بمضاعف أربعة على خمسة يساوي وعقاك المقام خمسة وعشرين ويباك تكتب البصل ألا نطالع في المقام في المقام الكسر الأول خمسة صارت خمسة وعشرين يعني خمسة ضرب كم تصير خمسة وعشرين إيش العالي أنت ضربت في خمسة وأنتج لك المقام الثاني هو خمسة فتقول كانك أنا ضربت خمسة في المقام في خمسة وإذا ضربت عدد في المقام لك أربعين خمسة صح الآن أقوم بنص العدد هذا أضربه في البصل سبعة في خمسة وعطيني خمسة وثلاثين إذن هذا الكسر يكون فلت في الكسر العليسة آخر مثال ثلاثة على خمسة ماذا يكافي هذا الكسر هنا ستين والمقام ما هو العادة إذا ضربت وفي خمسة يعطيني ستين وإيش في اطناعش لأنه خمسة في عشر في خمسين وخمسة في ستاشة وخمسة في خمسة وخمسة في خمسة في اطناعشر ستين ضربت هنا في اطناعش أقوم بضرب البص في نفس العدد ثلاثة في اطناعش يعطيك ستة وثلاثين هذا الكسر مكافي لثلاثة على خمسة واضح؟ نأتي إلى عملية جمع وطرح الكسور عملية جمع وطرح الكسور تنقسم إلى قسمين إما أن تكون المقامات موحدة معنى المقام يساوي نفس المقام أو أن تكون المقامات غير موحدة طيب نبدأ في في أول جزئية إذا كان الكسران أو مجموعة الكسور الفراكشن عندي بنفس المقام with like denominator و ميناتر بنفس المقام بكل بساطة تجمع البص مع البص والمقام ما تغيره زي ما هو بس تجمع البص مع البص تمام؟ يعني مثال لو أنا عندي واحد على أربعة زايدا ثلاثة على أربعة زايدا واحد على أربعة عشان 1 على 4 الآن لاحظ أنها كسور مقاماتها متساوية هذه 4 هذه 4 بما أن المقامات متساوية إذن لا مشكلة لديه في عملية الجمع أقوم بجمع البسط المقام سيكون فقط مثل ما هو 4 وأجمع البسط 1 زايدا 3 زايدا 1 ويساوي 1 زايد 3 أربعة زايدا 1 خمسة على أربعة إذا كان البسط بعد عملية الجمع أو الطرح كان البسط أكبر من المقام نحن نقدر نكتبه في أبسط صورة إيش نسوي نقوم بعملية القسمة على كرسي خمسة هنا خمسة على أربعة ما هو العائد الذي ضربته في أربعة يعطيني خمسة وأقل من خمسة ما عندي إلا الواحد أربعة في واحد يعطيني أربعة والناتج كم خمسة نقص أربعة يساوي واحد كيف أكتب هذا الرقم الآن على شكل ميكس نمبر لو عدد كسرية و عدد غير فعلي أو كسر غير فعلي بكل بساطة أكتب التالي شوفوا واحد و واحد على أربعة سبق ونشرحنا هذا الكلام واضح؟ سبق ونشرحنا هذا الكلام هذا ينكتب هنا و باقي الناتج يكتب هنا و باقي القسم يكتب هنا واضح؟ طيب طيب ماذا لو كان المقامان غير متساوية؟ عنده يجب علينا أن نوحد المقامات أو نوجد ما يسمى باللوس كومان دي نوميناتر هذا يسمى اللوس كومان دي نوميناتر الخسار الالسي دي أو المقام المشترك الأصغر أو يسمى نفسه المضاعف المشترك الأصغر عندي أكثر من طريقة لتوحيد مقامات أنا بس بأسرحها لكم بنفس في السلايز يمديك توحيد مقامات عن طريقة يعني أكثر من طريقة توقع أني أنت في مرحلة تعرف كيف توحيد مقامات لكن التعريف يقول لك أصغر رقم يمكن نقسم إش المقام الأصلي مثال قال لي 3 على 4 5 على 8 تجمع هذه الكسرين طيب 3 على 4 زايدا 5 على 8 أول شيء تلاحظ هل مقامات موحدة؟ هل مقام هنا يسوي المقام اللي هنا؟ لا إذن لا أقدر أجمع لازم واحد مقامات طيب واحد مقامات إمديك تضرب طرفين في وسطين طريقة المقص أو تضرب هذا في 2 هنا مثلا كمثال لديك طريقة سريعة تضرب هذا المقام هنا في 2 وهنا في 2 ويصد عندك يساوي 3 في 2 6 على 8 زايدا 5 على 8 وتجمع البص مع البص 6 زايدا 5 سريح 11 على 8 ويمديك تبسط كمان بما أنه البص أكبر المقام تقسم 11 على 8 ويصد عندك 3 صورة واضح؟ هذه طريقة هذه طريقة في طريقة أخرى في طريقة أخرى يعني الكتاب شرحه عن طريق التحييل العاومي الأولية التحييل إلى عوامل أولية كيف تحلل إلى عوامل أولية كيف تحلل إلى عوامل أولية الآن نفس هذا المثال هذا المثال الآن اللي هو 3 على 4 خلاص هنعرف 11 على 8 يوم ديك تبسط كمان بتقسم عملية الكرسي وتخلي الكسر هذا إلى كسر ميكست طيب الكسر عندنا 3 على 4 5 على 8 نحلل الأربعة إلى عوامل أولية والثمانية نحلل مقاماتها هنا على 2 2 على 2 على 2 على 1 و هنا على 2 أعطيني أربعة و هنا على 2 فيها 2 على 2 فيها 1 تمام هنشف كيف تتوحد المقامات الآن تعال اكتب الأربعة إيش تساوي 2 ضرب 2 هذا العمود تعال شوف الثمانية الثمانية عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 في القاسم المشترك أصغر المقامات تأخذ المشترك تضرب و غير المشترك يعني إيش طالع الآن فإن المشترك عندك أول شي 2 مع 2 بس فيه 2 ثانية نعم إذا ستنزل هذه واحدة منهم اثنين ضرب وتنزل واحدة منهم اثنين طيب باقي الآن الاثنين هذه باقي الآن الاثنين هذه هذه غير مشتركة صح برضو تضربها فيهم اثنين ضرب اثنين اربعة اربعة ضرب اثنين ثمانية إذن في في توحيد المقامات في عاملية التحليل تقوم بضرب العامل المشتركة و غير المشتركة الآن صار عندك هذا العامل أو القاسل المشترك الأصغر ثمانية يعني تجي الآن الكسور عندك لازم تخلي كل الكسور رقامة ثمانية هذا الكسر مقامة ثمانية خلاص تمام ما يحتاج تعد تعال هنا هذا الكسر اربعة كيف تحل المقام ثمانية ما هو العامل اذا ضربت في اربعة اعطيك ثمانية ثرب اثنين مقام وبص ثمانية و زي ما شرحنا قبل شوية حيطلع الجواب 11 8 واضح في عزاد القاسمة المشتركة أصغر LCD بعد التحليل تاخذ المشترك و غير المشترك تطلبون في بعض تمام طيب تعال نشوف مثلا إذا توجد القاسم المشترك الأصغر لهذه الكسور ثم تقوم بعملية الجمعة لهم LCD طيب نكتب الكسور أربعة على خمسة زايدا واحد على اثنين زايدا واحد على ثمانية الآن نديك تحليل بالطرق اللي تعريف لك أنا بحليل بطريقة التحليل نأخذ كل مقام و نقوم بتحليل العمل أوية الخمسة الخمسة تحليل خمسة في واحد ما في الله هي لأن أصل الخمسة عائد أولي الاثنين عائد أولي ما في إلا اثنين في واحد لا تكتب الواحد عادي خمسة الخمسة والثنين عوامل الأولية نكتب الخمسة يعني خمسة هنا كذا اثنين الثمانية تحليلها اثنين ضرب أربعة و اثنين ضرب اثنين و اثنين ضرب واحد الثمانية تساوي اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين الآن نقوم بوضع دائرة على العوامل المشتركة هنا عندي اثنين و اثنين طيب السؤال هنا هل لابد ان تكون العوامل المشتركة مثلا لو عندي ثلاثة ارقام لازم الاثنين تكون في كل الارقام لا اذا كان عندك مثلا خمسة ارقام بتشوف العوامل القاسر المشترك القاسر الاصغر له و كان عندك ثلاثة ارقام مشترك فيها الاثنين و رقمين ما هو مشترك فيها فعادي يعتبر يعني الى تنزل هنا واحد منهم اثنين. هل توقف لا تقول ضرب. الان اش العوامل الثاني الغير مشتركة? عندكين الخمسة ما هي مشتركة تضرب في خمسة. في غيرهم نعم. هنا عندك الاثنين برضو ما هم رتبط بشي تضرب في اثنين. في غيره نعم. عندك الاثنين دا برضو هم رتبط بشي تضرب في اثنين. اذا في القاسم المشتركة الاصغر تقوم بيخذ العوامل من مشتركة وغيرها اثنين في خمسة عشرة ثيفية اثنين في اثنين في اثنين. في اثنين يساوي اربعين اذا. لابد ان تكون جميع المقامات incluso اربعين تمام. ايجي تقوم بتقوم برعباءه الن Londra Economicsi هنا تضرب في ثمانية عشان تخلي اربعين آحن تخلي اربعين هنا 2 في كمعjäنا تطلعه 40 2 في 20 تضرب هنا في 20 هنا 8 في 5 تضرب 40 هنا في 5 الان صار هذا الكسر اللي sup أربعة في ثمانية 32 على 40 زايدا 20 على 40 زايدا 5 على 40 الآن المقامات موحدة أجمع البص مع البص البص مع نفس المقام 32 زايد 20 يعطيك كم 52 زايد 5 57 أنت كده حل لك انتهى 57 على 40 57 على 40 لكن بما أن البص أكبر من المقام يمكنك تكتب الكسر هذا على شكل mix number يعني عدد صحيح وكسر تقسم البص على المقام بطيقة الكرسي وكيف نقسم بطيقة الكرسي تقول هنا 57 على 40 يعني 40 في 1 يعطينا 40 يكتب هنا 1 هنا 40 57 نقص 40 سيكون فيها كم 17 انتهت تحليل لأنه لا يوجد عادة تنزل الآن كيف تكتب هذا الرقم اللي هو 57 على 40 على صورة mix number شوف طالعك هذا الرقم اللي فوق تكتب هنا هو العادة الصحيح بص مقام ال reminder الباقي تكتبه في البص الاربعين هذه المقصوم عليه تكتب في المقام كذا انت حولت هذا الكسر من fraction عادي الى mix number واضح تأكد 1 17 على 40 طيب يقول لك اذا كان تبسط كمان تبسط يعني مثلا لو كان 17 مثلا تبسط 16 40 تكسم على 2 مثلا تبسط الكسر هذا طيب ماذا عن الطرح عملية الطرح نفسها نفس عملية الجمع اذا كانت المقامات موحدة اطرح البصن البصن اذا كانت المقامات غير موحدة لازم واحد المقامات بياخذ قاسم المشتركة الاصغر ونضربه ونوحد جميع الكسور طيب يقول لك طرح طرح المقام البصن الصغير من الكبير شرح يعني اذا كان المقام نفسه ما نكشك مثال خمسة على ثمانية ناقص ثلاثة على ثمانية بما ان المقامات موحدة الديني ومينيتر نفسه يطرح البصن البصن خمسة ناقص لا تعطيك اثنين على نفس المقام اذا يمديك تبسط كمان يمديك لاحظ انه الاثنين تنقسم على اثنين ايا واحد والثمانية على اثنين فيها اربعة تخليل تكتب في ابسط صورة لوستين طيب اذا كانت المقامات غير متساوية ايش يسوي لا بدنا من توحيد المقامات زي الجمع السبستران طيب نستخد نفس الطريقة في ايجاد القاسم المشترك الاصر عن طريقة التحليل العام الاولية يلا مثال خمسة على اطنعش ناقص واحد على ثلاثة اطرح لي خمسة على اطنعش ناقص واحد على ثلاثة الان هل يمديك تطرح ما يمديك لانه المقامات غير موحدة في طريقة سهلة ان شايف انت عندك هنا اطنعش تطلب هذه في اربعة هذه في اربعة فصار عندك يساوي الكسر الاول كما هو ناقص هنا صار اربعة على اطنعش تطرح الان خمسة ناقص اربعة يعطيك واحد على اطنعش هاي الطريقة السريعة لو انت فاهم الكسور ومن تضعيف طيب لو من تعرف خذ الان اطنعش طريقة اخرى خذ الان اطنعش لي اطنعش حل العامل اولية تقسم على اثنين فيها ستة على اثنين فيها ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد اذا انتحيي لك الان اطنعش كالتالي اطنعشر يساوي اثنان ضرب اثنان ضرب ثلاثة والرقم الثاني المقام الثاني ثلاثة خذ الثلاثة وحلل الثلاثة هي نفسها يعني لا تحليل خلاص هي لان العائد اول الآن ضع الدائرة على المتشابه الثلاثة خلاص اكتب هنا ثلاثة ما هو المتشابه عندنا ذا ما هذا نزل في غيرهم لا ضرب من الباقي الباقي اثنين واثنين هذول ما هم مشتركين تكتبهم في إيجاد القاسة من المشتركة الأصد ترحيد مقامات تكتبهم الآن ثلاثة في اثنين ستة ستة في اثنين اطنائش هذه الكسور سبعة على ثمانية ناقص اثنين على ثلاثة نبدأ بسم الله سبعة سبعة على ثمانية ناقص اثنين على ثلاثة اول شي تلاحظ ان المقامات غير موحدة عندك تضرب طرفين فوسطين على هذه الطريقة من الطرق عن مثلا تضرب سبعة تضرب كذا كذا هنا عندك ناقص كذا لغة المقص عندك تضرب عادي يعني مثلا سبعة في ثلاثة كم واحد وعشرين والإشارة هنا ناقص تكتب ناقص ثم في ثمانية ستاش طرفين فوسطين على المقام ضرب المقام هذه الطريقة سريعة في ثمانية في ثلاثة اربعة وعشرين الآن اطرح واحد وعشرين ناقص ستاش في خمسة على أربعة وعشر طريقة جدا سريعة او انك تقوم باش تحليل الثمانية لو اثنين في اربعة واثنين في اثنين واثنين في الواحد الثلاثة فحيكون عندك الثمانية عبارة عن اثنين في اثنين في اثنين والثلاثة كما هي فلاحظ انه ما عندك اصلا ما عندك ايش ما عندك مشتركة فحتاخدها كلها احتاخد هذه كلها الاثنينات ثلاثة اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين اعطيك اربعة وعشرين واضح هي نفسها 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 لاحظ الحل خمسة على اثنين على ثلاثة ناقص واحد بخمسة يالله خلينا حلا هنا اثنين على ثلاثة ناقص واحد على خمسة تضرب طرفين فوسطين يعني مثلا تقول اثنين في خمسة يساوي عشرة الاشارة هنا ناقص ناقص واحد في ثلاثة بثلاثة على اضرب المقام مع المقام ثلاثة في خمسة يعطيك خمستاش عشر ناقص ثلاثة يعطيك سبعة على خمس هي طريقة اخرى سريعة تبت حلا بالطريقة التقليدية يلا حلا بالطريقة التقليدية حلا كم كانت نشوف المثال بس اثنين على ثلاثة ناقص واحد على خمسة حلا بالطريقة العادية اللي هي اثنين على ثلاثة ناقص واحد على خمسة كلها هي محلة العام الاولية ثلاثة اول وخمسة ولي خلاص يعني لازم المقامات تكون 15 فيساوي هنا 15 اضرب اضرب هنا اضرب الثلاثة في خمسة في خمسة حيطل عندك عشرة وهنا تضرب في ثلاثة يعطيك ناقص ثلاثة حيطل نفس الجواب سبعة على خمستاش فاضح سبعة على خمستاش طيب مثلا نخيل اربعة على خمسة ناقص واحد على ستة نحللها بالطريقة السريعة مثلا اربعة على خمسة ناقص واحد على ستة نضرب طرفين في وسطين يمديكت واحد مقامات سريعة اربعة في ستة اضرب البصة الاول في مقام الثاني اربعة في ستة يعطيك كم اربعة وعشرين والاشارة سالب سالب واحد في خمسة اعطيك خمسة على اضرب المقام على المقام خمسة اضرب ستة اعطيك ثلاثين اربعة وعشرين ناقص خمسة هيكون كم زيما اتفقنا اه هنا اعطيك خمسة على ثلاثين او انت لو ما تعرف تقول تحية الخمسة الخمسة على اولي والستة عبارة عن اثنين الستة عبارة عن اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة اضرب خمسة في اثنين في عشر عشر في ثلاثة ثلاثين وتقعد تواحد مقامات لكن الطريقة سريعة لما ان المقام اصرب من البصفة ما امديك تشت تبسط لاكثر من كده واضح طيب طيب لو انا ابغى اطرح ميكس نمبر الميكس نمبر قلنا لو هو مكون من عدد صحيح وكسر اذا كانت المقامات موحدة اطرح العدد الصحيح من العدد الصحيح والكسر من الكسر اذا لم تكن المقامات موحدة لابد لي من توحيد المقامات تعالنا اقول هذا المثال مثال المعطى لنا الان هنا اطرح لي عشرة واحد على ثمانية ناقص سبعة لاحظ انه هذا عدد كسري ميكس نمبر ما اقدر اطرح الا اذا كان مقامات موحدة من ثم اطرح العدد الصحيح من العدد الصحيح ناقص الكسر من الكسر انا لاحظ ان المقامات غير موحدة طالع في الكسور المقامات غير موحدة لان انت موحد مقامات يا اما تحلى الطريقة العادية انك ايش تروح تروح ايش تاخذ الكسرين تشوف ايش العادة مثلا هنا ثمانية هنا الثين ايش العادة اللي تضرب هنا عشان توحد مقامات هنا تورب هنا في اربعة الكسر هنا في اربعة يصد عندك يساوي الكسر لول عشرة واحد على ثمانية ناقص سبعة البسط نصار اربعة على ثمانية الان بما ان المقامات موحدة اطرح العدد الصحيح مع الصحيح عشرة ناقص سبعة طيق ثلاثة تمام اه دقيقة بس دقيقة ركز الان قبل ما تطرح لاحظة العدد ما فيها مشاكلة لكن لاحظة البس هنا واحد ناقص اربعة ما يمكن ان اطرح عدد الصغير معايا اذكر هطلع سالب ما ينفعش اسوي هاخذ واحد من العشرة هذه واضيفها للكسر هذا يعني العشرة اخذت منها واحد صارت تسعة وواحد على ثمانية ازود عليه واحد اللي اخذته من العشرة اذا قلت لك واحد على ثمانية زاد واحد اشيح سوي في طريقة جدا اجمع البسط على المقام على نفس المقام لو قلت لك اجمع واحد على كسر اجمع البسط على المقام على نفس المقام واحد زاد ثمانية تسعة على ثمانية حيصرا الكسر تسعة تسعة على ثمانية ناقص سبعة أربعة على ثمانية خلنا نحلها لك بالتفصيل الفكرة كانت كالتالي اول شي عشرة 나�قي واحد على ثمانية ناقص سبعة نص شوفوا عشرة واحد على ثمانية ناقص سبعة ونصف اول شيء طالع في الكسور الطالع في الكسور الكسر هذا مقام mask لا يساوي أهد Concept فما يتمhanded ارى اول شيء اوش يجب ان يزال مقامаз يتمhanded اضرب الكسر هذا هنا في 4 لم يتم kiedy سلزال الكسر هذا اضرب هذا الكسر في 4 صح يتم worldlypos clear وحللهم على جنب بعيدها ايشه مقامات فيصلي عندي يساوي 10 1 على 8 ناقص السبعة الجماهية واحد في اربعة اربعة على ثمانية. الان المقامات موحدة اطرح. لما اطرح العزل من عزل ما في مشاكل. لك لما اطرح البصمة البصف واحد ناقص اربعة ما يمديني. هيطلع عزل سالب. ممنوع ما ينفعش يسوي. استلف من العزل الاول هذا هنا شوف. هنا. استلف من العشرة واحد. وهذا الواحد اضيفه للكسر هذا. العشرة سيصير تسعة. بعدين واحد على ثمانية زايدا واحد. اش يسوي? بما انه قلناك اجمع واحد وكان عندك كسر اجمع البصر على المقام. مع نفس المقام. يعني واحد زايد ثمانية كم يعطيك تسعة على نفس المقام. هذا معناته واحد على ثمانية زايد واحد. هذا طريقة مختصرة. اجمع البصر على المقام مع نفس المقام. فسو عندك تسعة. هذا الكسر تسعة على ثمانية. ناقص سبعة. اربعة على ثمانية. الان لاحظ. امدين اطرح العلد من العلد والبصر من البصر وما يكون الرقم سالب. تسعة ناقص سبعة يعطيك كم? اثنين. والمقام موحد. تسعة ناقص اربعة يعطيك خمس. واضح? اوه شوف هنا. اثنين وخمسة على ثمانية. يقول لك رديوستو لوستر. يبسط صورة اذا كان امدينك يعني اذا ما امدينك خلص خمسة ما تبسطها او ثمانية تبسطها خلص. اه شوف هذا المثال يقول لك ماريا هاز سكس وستة واحد ثمانية كوبس الحين. but only needs. هي تحتاج اربعة وربع من الاكواب لالشي اللي بتسوي. المكون لها. السؤال how much will she have left? كم الكمية اللي هي ايش? سابتها. هي عندها ستة واحد ثمانية. لكن هي فقط ايش? احتاجة اربعة وربع. طيب كمل الكمل باقي. معناتها لم قل لك ها ها ومس ليفت كلمة ليفت هذي. معناتها طرح. طيب. يطلح ستة واحدة ثمانية ناقص اربعة وربع. ليه طرحنا لنا قال ليفت. الان المقامات ليست موحدة. الحبود اللي من تحدي المقامات. فمدينا اضرب هذا المقام في اتنين. وهذا المقام في اتنين. وهذا البص في اتنين. يساوي الكسر الاول كما هو ستة واحد على ثمانية ناقص اربعة. اني عندك واحد في اتنين. على ثمانية. الان لاحظوا المقامات في واحدة لكن لاحظوا في البص. البص ما يمديني. هنا البص واحد هنا اتنين واحد اقص اتنين يعطينا على السالب. ممنوع اني اطرحيش على السالب. فاذا يسوي? السالف من ستة واحد يصير خمسة. الواحد هذا اضيفي الكسر هذا. يصير واحد على ثمانية زايدا. واحد يجمع البص مع المقام. ما يصير المقام عندك خمسة وتسعة على ثمانية ناقص الكسر الثاني زي ما هو اربعة اثنين على ثمانية. الان المقامات موحدة والبص الكسر الاول اكثر من بص الكسر الثاني اقدر ايش اطرح. اطرح العائد من العائد خمسة ناقص اربعة يساوي واحد والمقام واحد تسعة ناقص اثنين سبعة. هذا الجواب. تمام? طيب. جوليا تحتاج ثلاثة واثنين على ثلاثة ياردة من التابة اللي عندها عشان تخلص الشي هذا اللي بتسيوي شاشة عبضة وشي زي كمه. شريطه سمى التاب. بوب بروت بوب اشترى لها خمسة وسبعة على ثمانة يارد. اشترى لها خمسة وسبعة على ثمانة يارد من قطعة من السابلايروم. كم الكمية التي ايش تركتها? نشوف الفرق. كم عندها وكم ايش تركت. طيب. حد تسوي. حد تقول. ثلاثة سبعة على ثمانية. ثلاثة. واثنين على ثلاثة ناقص خمسة. سبعة على ثمانية. صح كده? او لا تذكر باسم الكسور? طيب. اول شيء المقامات ليس في موحدة. هذا اول شيء. ايش هتسوي? تلحد مقامات مديك. تضرب مثلا. هذا المقام في ثلاثة. هذا الكسر في ثلاثة. بسطن ومقام. تضرب هذا الكسر في ثمانية. بسطن ومقام. طريقة برضو من طرق ايش? التبسيق. او ايش تضرب بسطن ومقام الكسر الاول في مقام الثاني. بسطن. تضرب بسطن ومقام الكسر الاول في مقام الثاني والعكس. هذه طريقة سريعة برضو تبحد المقامات. الان ثلاثة في ثمانية. اربعة وعشرين. تمام? ناقص. خمسة وسبعة في ثلاثة. واحد وعشرين. على اربعة وعشرين. المقامات موحدة لكن لاحظ البسط. ستعاش ناقص واحد عشين. ما بتطرح هذا الكبير. ناقص العادة الصغير ناقص عادة كبير. هاد العسالي. فاش تسوي? تجي في الكسر الاول تاخد من العادة الصحيح هذا واحد. يصير اثنين. وتزود واحد على الكسر هذا. لما يقول لك واحد زايدا ستعاش على اربعة وعشرين. اسهل طريقة ان تقوم بعمل التالي. اجمع البسط. لقلت لك زايد واحد وعندك كسر يجمع البسط على المقام مع نفس المقام. اربعة وعشرين زايدا ستعاش كم فيها? اربعة وعشرين. ستة زايد اربعة عشرة صفر وفي اليد واحد. اين زايد واحد ثلاثة واحد اربعة. حط لعندك اربعين هذا يسوي اربعين على نفس المقام. واضح? طيب. ما ستسوي? هنا خلاص. هنا اثنين زايد واحد ثلاثة خلاص. حيكون هذا الكسر يكافي كالتالي اربعين على اربع وعشرين ناقص خمسة واحد وعشرين على اربع وعشرين. دقيقة توقع انه هنا عكس. لان هنا شوف حتى لو تطرح ما يمديك. لن ناقص خمسة ما يمديك. هنا هنا في في عكس في السؤال دقيقة بس. نقرأ السؤال ثاني مرة عشان نفهم الفكرة. هو يقولي اه هنا لو لو عكسنا هيكون خمسة نقطة دين. طيب. هنا السؤال العكس نقرأ هو قال الجهول يحتاج الثلاثة وثلاثين ياردة من ايش? من من الشريط اللي عندها عشان تخلص ايش? العرض اللي عندها. بوب بوب اشترى لها خمسة وسبعة اثمان. من غرفة روم هي هي كم تركت ها? اشوف السؤال. فهم السؤال لصف الاجابة. هنا يقول لك هو اشترى لها سبعة على ثمانية. وهي من من هذا المقدار كامل السخنة ثلاثة واثنائة ثلاثة. كما الكمل البقي. فانت هتقول خمسة هنا شوف العكس خمسة. وسبعة على ثمانية ناقص ثلاثة واثنائة ثلاثة. فاحنا عكسنا الحل. اذا الحل كالترى هذا الحل خطأ. خمسة سبعة على ثمانية ناقص ثلاثة واثنائة على ثلاثة. الآن قلنا نضرب بسطة المقامل هنا في ثمانية. هنا في ثمانية. وهنا نضرب في ثلاثة. هنا تضرب في ثلاثة. يلا. يساوي خمسة سبعة في ثلاثة واحد وعشرين. على ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين. ناقص ثلاثة في ثلاثة في ثمانية ستعش. ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. المقامات موحدة أطرح البصمة البصص وعادة من العزل. 21 ناقص 16. هل سيطلح خمسة ناقص ثلاثة ساوي اثنين. والمقام 24. البص 21 ناقص ستعش. هل سيطلح خمسة. وضحت الفكرة فهم السؤال نصف الجاوب فنحن غلطنا في البداية هذا الجاوب 2 و5 على 24 طيب هنا يقول لي الضرب وقسمة في الكسور الضرب وقسمة في الكسور أتوقع الموضوع جدا سهل ويعني إذا كان يضرب أضرب البص مع البص والمقام مع المقام على طول أضرب البص مع البص والمقام مع المقام على طول هنا يقول لي ملتبلاي فراكشن أضرب الفراكشن والعداد الكسرية في قسم هذا اللي بيعطيك طيب 1 أربع قسمة 2 على 3 واربع على 5 ضرب 5 على 8 الضرب لا يوجد مشاكل تضرب البص مع البص والمقام مع المقام لكن في قسمة يجب أن تحول قسمة إلى ضرب وتقلب الكسرة طيب ملتبلاي فراكشن ومكس نمبر ضرب الكسور والأعداد الكسرية طيب سير من كلام ذا طيب متاع 1 على 3 ضرب 7 8 إذا كان عندي فراكشن عادي وليس على مكس نمبر وقال لي أضرب وضرب البص مع البص والمقام مع المقام عادي جدا يعني 1 على 3 ضرب 7 على 8 ضرب عادي ضرب البص مع البص والمقام مع المقام 1 في 7 ب 7 3 في 8 4 20 هل 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 يمكنني بسط وكثر من كذا لا إذا لا خلاص هذا هذا ناجل ضرب طيب 1 على 3 ضرب 3 على 4 اضرب البص مع البص اضرب البص مع البص والمقام مع المقام 1 في 3 يعطيك 3 3 في 4 12 الآن امديك تبسط لاحظ أنه البص والمقام يقبل قسم على 3 إذن 3 على 3 في 1 12 على 3 فيها 4 4 فاenta كذا يقبل قسم على الكمال والكسر لابسط الصور إذن في عملية ضرب الـ دخل اضرب البص مع البص والمقام مع المقام وإذا你 تبسط لابسط صور 5 ضرب الميكس و الهول الميكس كيف اضرب العادة الكسرية و أعداد كلية الميكس و طيب احذر اكتب العادة الكسرية على شكل عدد كلي. وبس يعني واحد اثنين على ثلاثة ضرب ثلاثة ثلاثة على اربع. كيف اضرب? يقول لي حول هذا الميكس على عدد كلي. تعلمنا اضرب اضرب هذا العدد في ذا وزود عليه البس مع نفس المقام. يعني هذا واحد اثنين على ثلاثة يصير واحد في ثلاثة ثلاثة زائد اثنين يعطيك ستة. تمام? واحد في ثلاثة ثلاثة زائد اثنين خمسة سوري. على نفس المقام خمسة على ثلاثة. هذا نفس الطريقة اضرب ذا في ذا. ويجمع عليه البس ثلاثة في اربعة. يعطيك اطنعاش اطنع زائد ثلاثة كم? نروحنا. اطناعشر زائد ثلاثة خمسة عشر على نفس. هنا برطة طبعا. على نفس المقام. انا انت ضرب البس مع البس والمقام مع المقام. ومديك تختصر. لا يحب انه هنا خمسة لو خليتها كده خمسة. في خمسطاعش. على ثلاثة. مثل هنا اربعة. في ثلاثة. في في امديك تختصر. شوف هنا الخمسطاعش تنقسم على ثلاثة فيها خمسة. وثلاثة تنقسم على ثلاثة فيها الواحد. يصار عندك خمسة ضرب. خمسة على اربعة. خمسة في خمسة اعطيك كم? خمسة وعشرين على اربعة. واضح? الآن انا احول هذا الى ميكس نمبر. هنا اذا كان البس اكبر المقام مقدر ايش. استخدم ضريقة القسمة. خمسة وعشرين على اربعة. اربعة في خمسة عشرين. اربعة في ستة. اربعة وعشرين. اطرح هنا يطلق يبقى واحد. اذا كيف هتكتب هذا الكسر? هتقول ستة. شوفوا الى فوق تكتب هنا في اليسار ستة. وهذا تحت تكتب هنا واحد. وهذا تكتب هنا. اذا طريقة ضرب الميكس نمبر احوله الى الى هو نمبر ثم اضرب البس مع البس والمقام مع المقام. واذا كان الناتج عندي البس اكبر المقام مقدر ايش ارجع اكتب على صورة ميكس نمبر. واضح? اه هنا بيقول لك. اه مثال خمسة في ثلاثة على خمسة يعطيك ثلاثة. يقول لك لما نضرب البس اقل من المقام. الناتج دائما يكون اقل من الرقم الاصلي يعني ايش. شوف. خمسة ضرب ثلاثة على خمسة. كيف تضرب اضرب البس مع البس اي عدد ما له مقام مقام واحد خمسة في ثلاثة خمسة على خمسة يعطيك ثلاثة. لاحظ انه الرقم هذا الخمسة اصغر اكبر من ايش? الثلاثة. اذا لما تضرب دائما الناتج يكون اقل من ايش? الرقم اللي تضرب فيه الكسر. واضح? مثل الكلام اللي بضحك هي. هذا كلام ايضا صحيح اذا كان عندنا اااااا او معرفة عن مثل اثنين ضرب نص كيف تضرب? هذا يحولوا. اضرب دافدة اضرب العدد في المقام اثنين في اثنين اربعة اضيف على البس اصير كم? خمسة على اثنين ضرب نص. اضرب الآن البص مع البص صر خمسة في واحد خمسة تمام واثنين في اثنين اربعة هذا لو قسمته خمسة على اربعة صر اربعة في واحد اربعة هنا يطلع واحد كيف حتكتب هذا حيكون عندك واحد وواحد على اربعة اذا برضو حيكون ايش الكلام صحيح في حالة العائد الكسري والكسر واصحك في بعض. طيب نقف هنا او قبل ما نقف هنا نتكلم على هذه الجزية انه ايش فيش اسم الريسيبروكل ايش هو الريسيبروكل معكوس اما اقولك واحد على اثنين ما هو معكوسه الريسيبروكل اقلب البص مقام وقام بصر اثنين على واحد احني على واحد يعني اثنين طيب واحد على ثلاثة ما هو الريسيبروكل تبعه ثلاثة. واضح? طيب. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الجزئية في الشرط الذي يتحدث عن Divide Fraction أو Mixed Number قسمة الكسور أو الأعداد الكسرية طيب هنا أمثلة كيف نقسم كمثال Mixed Number الذي يتكون من عدد صحيح و كسر على Fraction مثل طريقة الضرب لكن أول حاجة ننتبه أن قسم هذه التحول إلى ضرب إذا الخطة الأولى لحلنا أي سؤال قسمة أول شيء نحول قسمة إلى ضرب ما ننسى برضو نحول Mixed Number إلى عدد قسر يعني Fraction ثلاثة وربع قسمة 2 على ثلاثة الخطوة الأولى يجب تحويل أي Mixed Number إلى Fraction الخطوة الثانية تحويل القسمة إلى ضرب الخطوة الثالثة قلب الكسر الثاني بسطا و مقاما يعني قبل بسط مقاما و مقاما ثلاثة خطوات أول شيء الخطوة الأولى نحول الخطوة الأولى نحول الخطوة الثانية الخطوة الثانية نغير القسمة نغير القسمة من حول ضرب القسمة تتحول إلى ضرب الخطوة الأخيرة نقلب الكسر الثاني هذه خطوات الخطوات القسمة في الكسر و المكس نظر طب يلا بسم الله هذا المثال قال لي ثلاثة و ربع اقسم لي اياه اقسم لي اياه اثنين على ثلاثة اقسم ثلاثة ربع على اثنين على ثلاثة يلا بسم الله الخطوة الأولى هذا عدد مكس لازم يتحول إلى Fraction ايش نسوي نضرب هذا العدد الصحيح في المقام ثم نجمعه على البص مع نفس المقام اذا ثلاثة ضرب أربع يعطيني 12 12 زايدا واحد يعطيكم 13 على نفس المقام القسمة هذه تتحول إلى ضرب الكسر هذا إنقليب كسر ثلاثة على اثنين ثلاثة يساوي الآن خلاص بما أن صارت عند عملية الضرب ضرب الكسور لا يحتاج إلى تلحيد مقامات ولا إلى أي حاجة فقط تضرب البص مع البص والمقام مع المقام 13 في ثلاثة يساوي 39 على 4 في ثنين ثمانا كذا ثم ثم ، ثمانية درق كم يعطيني؟ 39 ثمانية ثمانية ذرق نقوم بعملية قرح 9 ناقص 2. 7 ثلاثة ناقص ثلاثة ستن. لا نقف خلاص لانه ما في رقم هنا جنبه 9. كيف اكتب هذا الكسر فاقول التالي شوفوه. اقول اربعة هنا سيكون عندي ميكس نمبر. هنا يعني عدد وكسر. الناتج لفوق هنا اكتبوه في مكان العادل الصحيح. وباقي القسمة الريمايندر اكتبوه هنا. والمقسم علي اكتبوه في المقام. كذا انا اوجدت ناتج هذه القسمة. اربعة وسبعة على خم. اذا الخطوة الاولى احول عدد الميكس الى فراكشن. الخطوة الثانية اقلب القسمة الى ضر. الخطوة الثالثة احول الكسر الثاني يعني اقلب البص مقام والمقام بص. طيب. خلال نقول مدسون هاده بروبليم. مدسون دك ميكس اسم هاده اسم عادي. ميكس ابليكوس. ابليكوس اللو هو زي الزينة وحاجز زي كده. اكستمر هاز اردر الزبون طلب خمسة من هذا الابليكوس. فايف ابليكوس. مدسون هاز. ثلاثة على اربعة ياردة من هذا الفابريك. ايش ابليكوس يحتاج. كل واحد من الابليكة الخمسة هذا يحتاج واحد على ستة مليا ياردة. السؤال. هل يحتاج الى. هل يحتاج الى. هل يحتاج الى. زيادة من الفابريك هذا. ام لا. طيب. يعني انت الآن لازم تكسم. الثلاثة على اربعة اللي عنده هو. على واحد على ستة. ثلاثة على اربعة واحد على ستة. حتى نشوف هالي هو احتاج زياد. لان واحد على ستة. هاد هاد. هذا هذا الفابريك. كامل. هو عنده ثلاثة على اربعة. مدسون هاز ثلاثة على اربعة ياردة هو فابريك. وكل كل واحدة من من الابليكان تطلب واحد على ستة. كنت تعرف تقسم هذا الواحد على ستة قسمة ثلاثة على اربعة. او ثلاثة اربعة قسمة واحد على ستة. اللي عند مديسون على واحد على ستة. فتقول يساوي الثلاثة على اربعة قسمة واحد على ستة. الخطوة الاولى الكسر الكسر اول يكتب كما هو لانه فراكشن وليسه ميكس. فقسمة تحول الى ضرب. والكسر الثاني ينقلب البص مقام والمقام بص. ثلاثة في ستة يعطيك كم؟ تمنطعش. على اربعة في واحد اربعة. الان امديني اقسم البص على المقام اومد ستحول الى ميكس نوبر تبقى لتمنطعش. قسمة اربعة. اربعة ضرب كم يعطيني تمنطعش. وقال ميناء عندي اربعة في اربعة. ستة عشر. اقسم تمنطعش على ستتعشر فيها اثنين. اذا الجواب يساوي هذا الفوض تكتبه في العائلة الصحيح كسر البسط المقام المقسوم على 4 الأن لست لابسط المقدار هذا مقدار كسبه 4 اثنان على اثنان فيها واحد. اربع على اثنان فيها اثنان. اذا هذا هو المقدار. اذا هي تستطيع ان تأخذ اربعة بلكسم تحتاج واحد زيادة. لماذا؟ نشوف. هو هنا يقول لي اربعة ونصف. تمام؟ وهنا هي عندها كم؟ ثلاثة على اربعة. هو يقول كل كل من الفابريك هذه الخمسة او الكسمر طلب خمسة. تمام؟ والمطلوبين اربعة ونصف. تمام؟ يعني تقريبا اربعة فلا يجب ان يحتاج واحد زيادة. كيف عرفت الى اول رقم هذا اللي صار عادي الى اربعة اللي هنا. تمام؟ اربعة ونصف يعني اربعة فانت تحتاج كمان واحد زيادة. فهي اخطوه اللي يسوي. قسمت اللي عند ماديسون. على المطلوبين اللي بكل مبلكين يحتاج السودس. تمام؟ فا عندما قسمت اللي عندك اربعة ونصف فهي احتاج واحد زيادة. طيب. اهوم قودز ستور ستاكن ديكورات في مخزن. ديكورات طوله ستة واثنية على ثلاثة انش. والرف مساحة الرف خمسة واربعين انش. السؤال هنا. كم عدد الصناديق التي ستملأ كل رف؟ ما ستقوم؟ تكسيم خمسة واربعين على ستة واثنية على ثلاثة. المساحة خمسة واربعين يكسيمها على مساحة كل صندوق. سنتعرف كم صندوق يملأ الرف. طيب كيف تحلوا؟ نقول خمسة واربعين نحلى هنا خمسة واربعين قسمة ستة واثنية على ثلاثة. خمسة واربعين قسمة ستة واثنائة ليش لانه هو اقول لك مساحة الرفوف عنده خمسة واربعين انش وهو الصندوق الواحد يحتاج تقريبا ستة واثنائة ثلاثة انش انا بعرف كم صندوق على المساحة اللي عندي هذي كم صندوق ممكن اتدرك انا املأ بالرفوف الاندي اول شيء الرقم اللي 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 اللزمه هو خمسة واربعين اخلي القسمة هذي خلينا وشي نبسط المقدار نحوي الى عدد او نحوي الى كسر نضرب هذا العدد في ثلاثة نجمع عدد البس ستة في ثلاثة ثمنتاش زائد اثنين يطلع كم عشرين على ثلاثة الخطة اللي بعدها العادة الاول اكتب زي ما هو القسمة التحول الى ضرب الكسر الثاني اقلي بالبس مقام والمقام بصر عندك ثلاثة على عشرين الان اضرب البصن على البصر والمقام على المقام اي عادة ما له مقام مقام واحد خمسة واربعين ضرب ثلاثة يعطيني مائة وخمسة وثلاثين على عشرين السوء الذي كمانا بسط هذا المقدار نعم لانه الшийث يقبل مقام وتقبل الخطة على خمسة واعشرين تقبل خطة لان اي عادة مقام واه أي عائد أحد وصفر وخمسة أقبل القسم على خمسة مئة وخمسة ثلاثين على خمسة لو نقسم مئة خمسة وثلاثين على خمسة يكون عندنا خمسة في اثنان عشرة ناقص ناقص ثلاثة ثلاثة نزل خمسة خمسة أضرب كم يعطيك خمسة ثلاثة خمسة في سبعة يعطيني خمسة ثلاثين أطرح 35 ناقص 530 إذن البص سيكون 27 أقسم المقام على 25 على 5 فيها 4 هذا المقدار أقدر برضو أبسط وحول إلى mix number أقسم إذا كان البص أكبر من المقام أقدر أحول إلى mix number يعني أرجع إلى عادة كسر 27 قسمة 4 الآن ما هو العادة إذا طربته في 4 27 أو أقل منه أنت عندك 4 في 6 بـ 24 يطرح 27 ناقص 4 أعطيك 3 هذا هو الجواب إذن ستكتب الجواب ستقول هذا اللي فوق يكون يساء هذا اللي تحت فوق في البص وهذا يكون في المقام 6 و 3 على 4 هذا هو الجواب 6 و 3 على 4 واضح هذا باختصار هذا الشابتر فقط ركز على العمليات كيف تبسط وكيف تكسيم وكيف تضروب وكيف تجيب المقاسمة المشتركة لأكبر ومقاسمة المشتركة لأسل ترجمة نانسي قنقر